نمشي إلى بنزرت ونطلق التحذيرات لأشغال قنطارة بنزرت الجديد ويهدف إنجاز الجسر الجديد إلى أحداث وصلت ربط دائما بين الطريقة لصيارة A4 ومدينة بنزرت وتعزيز جاذبية الولاية وانفتحها على محيطها إلى جانب تعزيز إدماج الولاية في الاقتصاد الوطني يعتبر الجسر المتحرك ببنزرت من أكبر المعضلات اللي يشتكي منها متساكني الجهة وزائرها على حد السواء فقد أصبح الجسر يمثل عائقا لهم مما استوجب إيجاد حل بديل وفي الغرض عملت سلطة الإشراف على ذلك من خلال تشييد جسر جديد حيث من منتظر بناء جسر جديد غير متحرك يربط بين الطريق السريع A4 وبحيرة بنزرت بتكلفة توصل للحدود 600 مليون دينار عن طريق قرضين كل في المجوعة تقريب 600 مليون دينار ونعرف أن القصة الأولة همون منطرف البنك الأوروبي للإستثمار تمت المصادق عليهم منطرف مزنواب الشعب يبقى القصة الثانية اللي بيشتم التمويله منطرف البنك الأفريقي للتنمية إن شاء الله في شهر أكتوبر بيشتم المصادق على الجزء الثاني نعرف أن الدراسات تقدمت بأشوات كبيرة وإعلان طلب العروض معنا ملف طلب العروض جهز لدى وزارة التجهيز والإسكان والتعالي الترابية لكن في المقابل يبقى المشكلة العقارية لتنفيذ المشروع الجديد وفي الغرض التأمت في ولاية بن زرد جلسة عمل من أجل الإعلان عن انطلاق أشغال لجنة الاقتناء لفائدة المشاريع العمومية بشتم على إثرها إشهار الملفات التي تحتوي على أسماء المتساكنين المعنيين بالتعويض والمتواجد عقاراتهم في مصار الجسر الجديد مع تحديد قيمة التعويض ودرس الحالات حالة بحالة على أن لا تتجاوز مسألة تسويت وضعيتهم العقارية شهرين في الشهرين هذو ما كل مواطن معني بالمشروع بيش يلقى في شيء على الإشهار على قطعته قطعته تحديدها، مسحتها اسمه الوضعية العقارية إن كانت رسم عقارية وعقار غير مسجل أو مطلب تسجيل وفي الشهرين هذو ما إما إن كان بقبول القيمة وأعلام وتعبير على الموافقة متاعه في دفدر اللي بيشتعدوا اللي يكون موجود في الإدارات اللي كنت نسميه فيهم لتعبير على الموافقة متاعه والمبادرة بإعداد العقود لتسديد الغرامة متاعه هذا من المنتظر أن تنطلق أشغال الجسر الجديد أول الثلاثي الأخير من سنة 2018 وذلك على مدى الثلاثة السنوات كما يعتبر هذا الجسر أول جسر ثابت في شمال إفريقيا من حيث التكلفة والمعدات التي سيتم استعملها فيها ويعتبر كذلك أغلى المشاريع التنموية في الخمسية الأخيرة ترجمة نانسي قنقر